في ناس بتلاقي بتستمد قيمتها من الماديات اللي عندها العربية والساعة كده الصعوبة ان احنا نحاول نوصل انك تستمد قيمتك من نفسك ان انت كشخص بغض نظر عم بتمتلك ايه بغض نظر عم بتعمل ايه انت شخص ليه قيمة ليه ورث ليه فاليو كافي ان هو انك انت تبقى مستريح مين يوسف صابري هو مين يوسف صابري انا اسم يوسف صابري مؤسس شركة virtual worker now virtual courses now لا تبدأنا ان احنا نخلق عشرة الاف شغلان انا في مصر انا كلاينت مثلا كمين اللي بيبيع عند ريتيدرز وكده انا ابدأ عمنا له شوف فاي ستور بتاعه اول يوم سيلز باع بسوطمئة الف جنيه ضروري ان انت يبقى عندك بلاتفور تبني عليها ثقة طب مش معنى في البزنس احنا نفكرش بالطريقة دي واي دي اكشلي دي احنا نفعل عالم تتعلمي منها ايه دي الطريقة اللي احنا هنخلق عشرة الاف شغلان انا في مصر عشان العالم كله محتاج والماركت بيكبر بطريقة سريعة جدا مش محتاج تاخد ريزك عشان تبدأ بزنس وده عادي دي مرحلة لازم نعدي عليك اشتغل على نفسك تعلمي سكيل اذا اجتبتك اخبارك اخبارك في كمية يعني بزات في الفتنس اندسري ده كل الناس كل الناس عندهم صفحات ممكن الفين خمسة الاف ده مش غلية جديد احنا مش محتاجين نتخرج بشهادة عشان نشتغل انت ممكن تعلم نفسك كل الانفورميشن بيتموجودة انلاين تاخد كرصات virtual courses now and so on النهاردة معنا حلقة جديدة شكرا استاذ عامر الله عليك الله عليك الله عليك ايو ايو بيفكرك بيفكرك انك تقول للناس يعملوا لايك وسبسكرايب والاهم الاهم كمان بقى انكم تكتبوا في الكومنس الله الله حضرتك شغال في الميديا اه مش جدا جربتها من جدا النهاردة جماعة حلقة بجد انا كل حلقة بقول نفس الكلام ان انا متحمس جدا بس النهاردة انا فعلا متحمس بجد انا فعلا متحمس ويعني انا حياتي كلها اتبنت من ان انا بخلق كونتنت انلاين وبخلق ترافيك او تزاحهم اقدام على الويب فالنهاردة انا معايا شخص يعني هو سبقني بكتير جدا في حد استيقاته مش اقوي كده انا بدأنا في نفس الوقت تقريبا لحد كبير اه يعني احنا مكننا لسه بنبدأ كنت انت وصغيرة بتعملوا القونت بتاع كله على فيسبوك ممكن او السكيتشات الصغيرة اللي كنت بتعملوها الفين والبعتاشر الفين وخمستاشر يعني انا بدأت ممكن الفين وسبعتاشر احنا اه اوكي فين وسبعتاشر بس كمان لما انا بدأت ما كنتش يعني كنت فاهم بس خلونا الاول اقدم الاستاذ مروان مش اخلش بالحبار كده على طول اولا انا نسيت حاجة لكل الناس الجديدة اللي موجودة هنا على الماينسات شو اهلا بيكو واعمل لايك وسبب وكل الناس الماينساتوية القدام اهلا بيكتاني انا مبسوط ان انت موجود ومبسوط ان انت موجود اهلا بيكو اهلا بيكو نهاردة جماعة معايا واحد من المؤسسين اه شركة بيس كيك او قناة بيس كيك اللي انتو اغلبتكم بتشوفوا القناة بتاعها والبرومج المختلفة اللي مصر كل لعب تحبها والمصر كل لعب تتكلم عليها الحمد لله الحمد لله وان كل الفيديو بينزل بيبقى فيديو فيرل يعني هو اكتر منه فيرل اه بالنسبة لارقام بالنسبة لي انا فيرل ليش مش اعترض معاك بالنسبة لارقامي انا فيرل للصراحة مش اعترض معاك اه بس يعني هنرجع لنقطة الفيديو اللي دي نتكلم فيه جامد جدا المجد النهاردة يا جماعة انا حقعد اسمع كل كلمة اه مروان امام حيقولها اعرف عجزت مروان امام النهاردة معنا يا جماعة اه اولا مروان مخرج اه كوميك اه ميزيشن اه ممكن اه اب برضي اه ده تقريبا اصعب حاجة من اه بالزبط اصعب واهم حاجة ده مشروع اه فحنكلم عن كلام كديد يا جماعة ان انا معايا شخص اه بنا شركات بنا شركات وبنا على المحتوى ان هو يصنع محتوى دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي وان حد يبدأها بالزاد في مصر الناس مش مش شايفة ازاي الواحد يقدر يعمل فلوس او يبني كرير زي ده من الفين واربعتاشر او الفين وخمستاشر من الوقت اللي مروان بدأوا اه الناس كلها شايفة ان ده هبل اه اللي انت بتقدمه لها مش شايف ان هو ياخد الكلام ده وياخده كرير وهو عارف وهو بيانترتين الناس في نفس الوقت دي حاجة كبيرة جدا 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 فبجد بسم الله ما شاء الله اه مروانة على اللي انت بنيته واللي لسه اللي بيتبني اوي هو انا برضو انا عايز اقول انا برضو ما بنتوش لوحدي يعني في في ناس كتيرة جدا جدا ساهمت في بونا الموضوع مبدئيا الفاوندرس كلهم بتاع فيس كيك بتاع من احمد صافي كان اول واحد ينضم معنا في التيم كان معنا كريم ابو جامرال سي او بتاعنا حاليا اه مراتي رندا حبيب اللي كانت حطلقني كزا مرات دورين البروستس ان انا بنبني الشركة اه احمد يوسف بتاعنا والبارتنس كلهم طال الشركة اللي ساعدت في بنائها وفيه اللي كانت بارتنس اللي كانت معنا ومشي وهكذا اه وطبعا التيم المهول اللي شغال معنا بقى كل الناس اللي متابعين بيس كيك عفرانو بقى يحيا وحازم وبرعي وكل شباب الجميلة دي والجنود المجهولة بقى الاداترز والدزاينرز والبروديوسرز وكل فيه فيه يعني الموضوع بيبان بسيط او يعني متفرج على الفيديو في الاخر بس هو فيه جيش ورا شغال علشان الموضوع ده يقوم ويبقى سستينبل فأنا بالنسبة لي الناس دي كلها بيس كيك هي اللي بنتها انا مجرد كنت جزء بس من كنت ترس في الساعة اللي ماشية على بعضها جامد جدا 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 مروان انت عايز النهاردة يعني عايزين نتكلم عن كزا حاجة وبالذات عايزين نركز على واهمية القونتنت طبعا في العالم عمتا دلوقتي وزاي الناس بتستقلب بقونتنت وبتستقلب كوة القونتنت تمام دي حاجة انا عايز اتكلم عليه انا برضو عايز اتكلم عن مروان نفسه ازاي مروان كان عنده الجرؤة ان هو يخش في حاجة زي كده قبل ما يعرف اصلا هو هيعمل فلوس منها ازاي? تمام? وانا متأكد ان انت في بداية الكرير خلص انت عملت ممكن سنين من من غير مقابل تماما. حقيقي. تمام? اه ممكن تعال نبدأ احيطين عشان هنسى نتكلم الاول على نفسه وبعد كده نتكلم على انا دخلت ازاي? اللي انت عايز انا كنت يعني لحد دوقت قراري بكنت تقول كونتنت هو المستقبل بس هو دي جملة غلط. كونتنت هو الحضر. كونتنت هو الحضر اللي احنا عايشينه. سواء السوق تقبل ده او ما تقبلش ده اللي احنا عايشين في دلوقتي. الاغلب الاجيال الجديدة اللي طلعة بتستقبل اول حاجة بتحب تتفرج عليها اول حاجة بتستقبلها بتبقى يوتيوب بتبقى مختلفة مختلفة وهكذا. التلفزيون ما بقاش بالقوة زمان ما بقاش في اكس داي حاجة اي يعني في ارقام اعلى من التلفزيون? لأ طبعا. يعني لان التلفزيون في كل بيت برضو. لأ من واحدة. مش هم مقدرش حسابك مش عارف يعني ان انتو عندكو ممكن عالة كتير من قنوات تلفزيون. ممكن. يعني مش مش هنكر بس مقدرش مقدرش اكزم. مقدرش اكزم. ماشي اولاد. عند ارقام اكتر من التلفزيون. انا مش هقول انا مقدرش اقول حاجة زي كده. اي خدمة. مقدرش ازبط اي حاجة زي دي. لان لان يعني هو التلفزيون لسه عنده يعني مسكة كبيرة على الجمهور ولكن الاجيال الجديدة كلها بدأت تنتقل الى الديجيتل ويل بتجيب الانتريتيمت او الترفيه بتاعها من اه يعني اغلق حتى لو شفت اي طفل عنده خمس ست سنين في ايده بيتفرج على يوتيوب. وحفزين يوتيوب وليهم مفضلة وبيتفرجوا عليهم من من فدي الاجيال اللي هو مش احنا عدينا بقى جن زي هدخلين في الجنريشن الفة اللي بحدي اللي هو الجيل اللي لسه طالع ده كله ده متربي على ايد يوتيوب. يعني في الجن زي اللي هما دلوقتي في الدخلين على العشرينات دول متربيين على على يوتيوب. يعني هم هم صغيرين كانوا بيتفرجوا على يوتيوب كبار وبالنسبة لهم دولة. فاحنا اللي جاية كلها او اللي وصلت. كلهم ناس متعودة على يعني نوع اساسي من الترفيه او نوع اساسي من من الترفيه من التعليم من من كل حاجة يعني اللي هو اي حد اي حد مزنوق في مذاكرة مسلا اه كان بيفتح الفيديو بتاع الرجل الهندي اللي بيشرح له لحد درس قبل ما يخش الامتحاد. اي حد مزنوق في كل يعني كلهم بيلاقوا حلولهم لحياتهم كلها على يوتيوب. فده الحاضر اللي احنا عايشين فيه. الفكرة ان هو السوق بتاع الميديا لسه ما 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 فهمش الموضوع ده. لحد كبير ما بمشيين بالطريقة التخليدية بتاعتهم اللي هما بيعملوها على التلفزيون وبينقلوا الحاجات دي على البلاتفومز المختلفة الانلاين سواء بقى يوتيوب او هكذا. ولاي الاوي اللي فهمين ان هو والحاجات اللي على النات شغل يوتيوب بالذات او بقى دلقتي كمان تيكتوك. اه وفيسبوك وكل الحاجات المختلفة دي. او طريقة الدخول انا خبطت في المايكرو. اه طريقة طريقة معالجتك اللي انت بتعمله اللي انت بتعمله محتاج مختلف. محتاج يبقى لايق على البلاتفورم او الميديم اللي انت بتقدمه. هلازم تفهم البلاتفورم انت بتقدمه كويس انتفهم الناس بتفرج عليه ازاي ازاي انتفهم الناس بتتقبل منه ايه وتبدأ تشوف اللي انت عايز تعمله هيليق ازاي في ده. ما ينفعش يعني اللي هو طبعا دلوقتي مشهور ان انا هتلاقي من مسلسلات بتنزل على قنوات التلفزيونية على يوتيوب والناس تقعد في الحاجات دي ومشي عارف ايه كده. بس دي ان انت تعمل حاجة يوتيوب ويبقى ليها جمهورة ويبقى كده للا اصحب كتير. وده اللي احنا بنحاول نعمله وده اللي احنا بنحاول لحد كبير نعلمه للسوق اللي هو يعني زي اللي هو بتعلم بانك تعمل انت. انه هو ان انت زي بنقول. اه ان احنا بنقول بص يا جماعة ادي احنا بنعمله بيبصوا بيسمع ازاي مع الناس بيسمع مش عارف ايه. واللي احنا بنحاول واقناع الخطوة اللي بعادية ان احنا نقناع ان تستخدم ده كنوع من الماركتين اللي ان ده بلاتفورم كوميونيكيش انت عشرة سين اللي فاتوا البرانزي تعلمت انها تروح لانفلوينسرز علشان خطر يخطبوا العشان فيه تراست مع الانفلوينسر. بس احنا اخدنا الخطوة اللي هو مش انفلوينسر. احنا بلاتفورم عنده الارقام. فانت مش مرتبط ببني ادم انت مرتبط ببلاتفورم. يعني وصلنا معها كأننا زي قناة تلفزيونية او او هكذا. وبرة هتلاقي ده حاصل يعني انه الموديل اللي انا دايما بحب الشاور عليه هو الموديل بتاع اا كوندناست. كوندناست شركة ميديا كبيرة عندهم اا مجلات يعني هي بدأت كمجلات اللي هم وويرد وابيكوريوس وكده هو وبعد كده عملوا لهم بتعمل نفس الشغل اللي كان بيتحط في المجلات ولكن طوروه لحد كبير. فحتى اخترعوا فورمات بختلفها. عندك ويرد عملوا اللي هو اللي هو بيجيب لك سلابريتي ويشوف جوجل بيسأل ايه عليه ويعمل الانترويو من كده. فوج عمل اللي هو سيفنتي ثري كوستشنز اللي هو بيخشوا وان شوت مع السيليبريتي ويسألوها او يسألوه سيفنتي ثري كوستشنز ورا بعض عن اه بونابتي اختواروا فكرة الكوكينج شوز عمتا في على يوتيوب فالفكة انه هو هي شركة كبيرة عندها كازة شانل وشغالة وبتقدم انواع مختلفة من الانترتيم وده الى حد كبير بالنسبالي الموديل الدهبي اللي هو اللي انت حاول توصل يعني الامل ان ان احنا كفيس كيك برضو نوصل للمر تقدم انترتيمت من نوع اللي هو كوميدي ترفيه كده هو بس يعني الحلم ان احنا نبدأ نتفرع بقى ونتخش في مختلفة ونتكلم اللي هو نعمل حاجات عن عربياتنا نعمل حاجات عن الجيمينج نعمل حاجات عن الطبخ نبدأ نتوسع نبدأ نشوف لان الفكرة في الاخر ان هو الانترتيمت بحر غير محدود فليه نزنق نفسنا في حياتة بالعكس احنا محكين نتوسع اكتر واكتر واكتر فدي كتا الفكرة جميل جدا. فانت دلوقت شايف ان اي حد عنده بيزنس او عنده حاجة بالزاد اي بزنس محتاج يشرح هو بيعمل ايه? بالزبط. ويرسل هو بيعمل ايه? وده ممكن يحصل من من بالزبط. فانت شايف اي حد دلوقتي كبيرسونال براند كبزنس كاي حاجة محتاج يكريات كونتنت ولا في حاجات مش مهمة? اه الى حد قبير من وجهة نظري اي حد محتاج ان هو يعمل كونتنت بشكل ما او اخر لان ده بيسهل مع حتى الاجيال الجديدة لان انت دلوقتي الاعلان الاعلان الاعلانات وصلت المرحلة ان هو ما بقاش اعلان ان هو بقى اغنية بقى بتقى بقى حاجة ريوشة كده هو بس الفكرة انك تبني علاقة مع مع الجمهور ما بيحصلش من اعلان او اتنين انت هتبني علاقة مع الجمهور لو فيه كونتنت هو مرتبط بيه بيحب وبيحب يتفرج عليه هيبني علاقة بين وبين البراند اقوى بكتير من مجرد ان هو شاف اعلان او كده هو ان هو بالنسبة له ده بقى ساكنداري سورس اف انتنتيم فلنقل مسلا ما كانت اه شركة ما كان حلاقة عاملت شانل على يوتيوب بتقدم بيها انتنتيمنت اه كان يعني انا بالنسبة لي كانوا عاملين كده على الانستجرام جدا كانوا بيعملوا اتنينت لزيز جدا جدا بيعملوا فيديوهات بالاريو اوريو الامريكاني اا الانستجرام بتاعها كانوا بيعود يعملوا حاجات كده هو فلناس بدأت تتفرج لمجرد ان اللي بيحصل على نابرة هو زريف وده هتشوفوا بيحصل دلوقتي على ان هو بدأوا بيعملوا بالزات بدا يعملوا ان هو بيشخصنوا الموضوع اكتر واكتر. فبيبان ان هو دي مش البراند اللي بتتكلم ده الانترن البراند معيناه عشان يهندل تيك توك. جاب. فالانترن بيقول يا جماعة الحقومة دي لي هرفيدني اكتبوا كومنتس بسرعة مش عارف ايه حاجات زي كده. بدأوا يوصلوا الموضوع ان هو لا احنا وصلنا لمرحلة ان هو احنا بيرسونل احنا فيه بينا وبين بعض احنا دخلنا في الموضوع ده. فالكونتن دايما بيساعد ان هو يبني علاقة بينك وبين البراند. شايف دي? في ناس كتير حبت الشكل ده. او في ناس كتيرة طلعت فن كتير قوي في الجزء والشكل ده. هنتكلم النهاردة عن الفيديو فيديو تتين. المونتاج تحديدا. المونتاج في الاندستر بتاعت الفيلم ان جاء عمالها. انا جاي يقول لك ان دي سكل سحلى جدا تتعلمها. تتعلم دي وقت مش تهد كورس المونتاج او الفيديو تتينج اللي موجود على والحاجة اللي انت قلتها دلوقتي مروان حاجة مهمة قوي حتة التشخيص دي. ام. وانا شايف ان دي حاجة حصلت. ام. معانا ايه يعني من فوق كده. في شركات كبيرة جدا 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 في العالم ابتدت تختفي. اه. لها مثلا تلاتين خمسين ستين سنة ابتدت تروح بنك رابسي. عشان في برندات اصغر عرفت. اسمها ايه الكلمة? تشخصا الموضوع. تشخصا. اه. دي كلمة حقيقة تشخصا? اه. بجد تشخصا? اه. شخصان انك تخليها كأنها شخص. جامل جدا. تشخصا. وفيه كلمة تانية يعلمها لي قبل بودكاست لان هو الانتاج. انتاج سخي. احنا انتاج سخي. قال لي انت انتاجك سخي جدا. عشان جابل ازازة مية. اه. 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 احنا انتاج سخي على فكرة يا جمال. اه. احمل عضو العالم. طبعا يرمي الفلوس اللي احنا بنديها له كلها. ايه بزر. اه. من كتر الفلوس اللي بنديها له. اه. انت سيت كنت بقولي الحمد لله. اه. اه. فانت شايف الحتة شخصا دي. اه. هي بص هي عملية جدا لحد كبير. معرفتش يلاقي بالعرب بصورة. اه. بروف. اه. اه. ليه? لان هو في برندات كتيرة حاولت شخصا نفسها. ولكن كانت كبيرة قوي انها تعمل كده هو وقلبت كرنج. كرنج ده تبقى كلمة قلبت الموضوع مش ضريف. قلبت. اه. لان هتلاقي مسلا اللي هو اه اه مكدونالدز بيهرج معاك ومش عارفين اللي هو ايه مكدونالدز تحتيك تهرج معاك او مش عارفين. يعني بس دي ده كان بره انا مش بتكلم عن هنا. مش بتكلم عن البرندات اللي هنا طبعا. مكدونالدز هنا كانوا زراف جدا معنا وعملنا حلقة مكافي معه من سايه من سايه. اقوى 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 ماركتنج مكافيز عمله في مصر. اه. بس اه لا يعني اللي هو كان فيه برندات اللي هو لما بتحب بتهرج او تعمل كده هو الناس ما بتتخبلهاش. يعني وفيه ناس بتحبها والناس ما بتحبهاش. اللي حصل هنا في مصر مشابه لده كان اه اكاونتز تويتر مسلا بتاعة يعني سوميا الخشاب ومحمد هنيدي اه هو كليل لي مش سوميا الخشاب ومحمد هنيدي هو اللي بيتويتو. وهو في حد فاهم تويتر كويس جدا وبيتكلم على لسان هنيدي وعلى لسان سوميا الخشاب بيركب ترينز وبيهرج ويعني مش هارف ايه. فيه ناس كتير انبسطت من الحوار ده اللي هو ايه ده هنيدي بيهرج معنا. فيه ناس اللي هو شايفة الموضوع ده بطريقة جدا مش مش متقبلة الموضوع جدا ومش حاسة ان الموضوع ده صريف. وعملوا بلوك للأكاونتز. فهو التوازن بتاع الموضوع صعب. انك توصل ان انا هتقبل البراند دي. تقول الكلام ده صعب. لازم تفهم البراند كويس قوي. تفهم الجمهور كويس قوي. اشترف تلاقي التوازن انت تبقى فهم الجمهور كويس او. او طبعا. بص ما فيش حاجة تقدر تعملها. ما لغير ما تكون فهم الجمهور كويس جيد. يعني احنا في الحيطة دي اللي انت حيتقوله بيتطبق عن ان انت تبني او تشخصا الموضوع او ان انت تبني في في اي حاجة. بالضبط انا يعني انا شخصيا بتكلم من وجهة نظر انت تعمل يخاطب الجمهور ده لازم لحد كبير تبقى فهم يعني بس برضو فهم الجمهور مش معناها اننا دي الجمهور اللي هو عايزه بس. ان انا برضو انا المفروض اعمل اللي انا عايزه او الحاجة اللي انا حساسها من وجهة نظري الحاجة اللي انا يعني عندي شغف لها. الحاجة ليه? لان هو انا لو زي ما انت قلت في السؤال اللي هو كان مرواد اختار كده ان هو الرحلة عشان توصل النجاح في انك تعمل على يوتيوب بالذات او على اي حاجة انك توصل تبدأ تجيب ارقام الرحلة طويلة جدا ومتعبة جدا. فلو انت بتعمل الحاجة انت مش بتحبها مية وخمسين في المية لدرجة انت عايز تعملها بغض النظر عن نجاحها. حتزهق. لانك حتزهق من اللي انت بتحبه. من كتر ما انت هتعمل. لان هو اللعبة تماما هو المثابرة. انك تفضل تعمل كتير وسابت على موقفك. اللي هو انا هنزل حلقة كل اسبوع. هنزل حلقتين كل اسبوع. هنزل حلقة كل اسبوعين. بس انا بنزل كل شوية ومش بوقف. مش بوقف. مش بوقف. ده اللي هيوصلك للارقام. مش اي حاجة تانية. مفيش ده من عند ربنا. يعني فيديو دي ده توفيق من ربنا. بيبقى الظروف صح في موعيد صح حد عمل شير في حتة وصلت لارقام. تمام? بس ان انت دي يبقى عندك كده تخليك اه كل مرة تبقى مفيش حاسمها كده. انت متخيل ان هي حتى تبقى طبعا. وحاجات وحاجات انا مش متخيل خالص بجد في فيديو اوائل اوائل ما احنا يعني في اوائل ايام كان لما كان مترشح قدام هيلاري. اه الانتخابات عملنا بشرة خير بس غيرنا الكلام لترامب وهيلاري. ايه. وصافي سجلها كده كان بيسف مع فادي بتاعنا ساوند دزاينر. اه كان بيسف معي عملوا بشة خير اه ترامب وهيلاري. انا اخدتها حطيت عليه شوية اه جيفس كده سريعة. ونزلنا الفيديو. الفيديو ده مش بس جاب ارقام عندنا. ده تسرق تاني على فيسبوك وجاب ارقام اكتر. دايما. وده بجد عملته في نص ساعة. يعني هو صافي كان بيسف بعث لي الاغنية اللي هو اه جمرور كريم قال لنا يلا اعمل عليه حاجة بسرعة هوب هوب وروحنا باعتينه واحنا قصة كنا في ادت بتاع اعلان تاني وانا عملته على جنب وروحنا منزلينه وفجأة هوب ايه يا جماعة الارقام دي ما تخيلنش. فهي انت ووقتها كان حتى احنا يعني كان شانل كان ما كانش كتير. بس اللي هو كبرة دلارقة ان هو يعني يسر يفوت اتكلم عنه في التلفزيون عالفيديو. ففي حاجات انت عمرك متوقع انها تعمل كده وبتعمل ارقام كتير وفي حاجات انت تبقى اللي هو خلاص ده هو ما يجيبش اي حاجة خالص. ما هي اللعبة ان انت تقنع الالجوريثم ان انت مهم. ان انت بتعمل حاجة حلو. انك انت تنزل بطريقة كونسيستنت بحيس ان اي حاجة هتنزلها. هتجيب عدد معين الفيوز في مستوى معين. والتفاعل اللي بقى كويس. والتفاعل عليها كويس جدا. ولعبة التفاعل دي محتاجة برضو فهم للجمهور. عشان كنا قلت برضو في المنطقة تقول لايك وسبسكرايب ان قلت كومنت. ان لما الناس بتكومنت اكتر حتى لو الفيديو مش عليه كتيرة. هيبع عليه تفاعل كتير فهيطلع على الوش. هو من الاخر هو الالجوريثم بيشوف ايه الفيديوهات اللي شغالة ان هو ان هو عايز يخلي الناس تقعد على يوتيوب فتراته. فهو بيشوف ايه الحاجات اللي الناس فعلا متفاعلة معها. يقول لك اه ده هيخلي الناس تفضل قعدة على البلاتفورم. فيزوقوا الفوق. هيزوقوا يطلعوا للناس. عشان كده يا جماعة مهم جدا 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 ان انتو تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو ده. عشان انتو بتساعدونا يا جماعة. احنا بنحط على فكرة فيها مشكلة زيارة. اه دي كان شعاف اللي عارف ام ام كي بي اتش دي. اه يوتيوبر بيعمل وكده. بيتكلم عن ان لما في ناس عندها كتير بس مش بيتفرجوا على فيديوهاتهم ده بيدر القناة اكتر ما ينفح. لان هو لو يعني ما تعملش لحاجة انت مش ناوي تتفرج عليها كتير. بس احنا خمسين في المائة من الناس بتتفرج مش عاملة مش عاملة بالزبط. اه. وده دي ارقام برضو عندنا لحد بما. بس هو دايما احسن ان يبقى عندك وعملين الجرس عشان يجي ويفرجوا وكده هو بالعكس انا نفسي كل ناس تعمل كده. احنا بتاعتنا جمدة جدا نعمة انا. والانرجي بتاعتهم لا بجد بجد. الانرجي بتاعتهم فضيعة. طب ده هاي. لان بشوفهم في وكده. لأ الانرجي اللي عندنا اللي بيجي بفرج فعلا عايز يقعد ولما بشوفه وبتعرف عليه لما ننزل الشارع وننزل الانرجي اللي بنشوفها لأ. طب الحمد الله. الحمد لله. بس مهمة قوي ومهمة قوي في الشانل ان انت تقول الناس. احنا يعني احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بعيدنا نعمل حتى ساعات اه سؤال الحلقة مسلا في اخر الحلقة. يعني في حلقات امسك نفسك في الاخر بروح ايه بخليهم يلعوا معي. يعني انا في امسك نفسك بندي الكاتجوري والسؤال وبعد كده الناس اللعيبة اللي بيلعبوا في في الحلقة بيقلشوا عليها او بيقولوا النقط بتاعتهم عليها. فانا بروح رامي سؤال بقى طب خلاص يلعبوا انتم معنا. يقول لنا اللي شايت عن كزا. فيبدأوا يكتبوا في الكومنت زي كده مسلا. حازم في الفاكر فاكر بدأ يحط اسئلة بجد كأنهم بيلعوا برده. فدايما انت لما بتشارك الجمهور معك. لان في الاخر يعني في الاول فاخر انا بحب الجمهور بتاعنا جدا. جدا جدا جدا. برضو روحهم حلوة. ولما بشوف. انا بحب جمهوري اكتر. انا بحب جمهوري اكتر. انا بحب جمهوري اكتر. فانا دايما يعني دايما اغلب الوقت احنا بنحاول نشارك جمهورنا معانا في الموضوع. ودي ميزة برضو ان انت على بلاتفورم اونلاين. ان هو انت في التلفزيون مفيش حد هيتفاعل مع اه فلان فلاني اللي بيمثل للمشهد ده. حيشار المشهد ويقول جامد ومش بس ما فيش حد بيكلمك وفي ما يسمى بالبراسوشل. ان هو هو في علاقة. براسوشل? براسوشل. دي اللي هي بتبقى علاقة من الطرف واحد. لان هو انا شخصيا انا شخصيا مش بقابل الجمهور. ولكن انا في علاقة بيني وبين الجمهور لان هو شافني كتير قوي شافني لساعات. فلو لما بيجي يشوفني بعد كده على الحقيقة او يشوف حازن او يحيا او 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 هو قعد معانا حرفيا ساعات بيهرج وبيعن فبيحس ان هو خلاص جزء من العيل. فاحنا الى حد ما بنحاول نتفاعل اكتر علشان خاطر احنا عايزين نسد الثغرة بقى بتاعت من ناحيتنا احنا. ان هو لا احنا كمان هنلعب معاكوه عشان يقع فيه علاقة من ناحيتين. فانتوا بتعملوها ان انتوا تحاولوا تقفلوا الجاب ده. اه اه جدا. وبتاخدوا من جمهوره وبتغيروا حاجات. جدا. جدا. اه مهم جدا انك تسمع تسمع الجمهوره. انت مش تعرف تفهم جمهوره غير ما تسمعك. وبنسمع الحلو والوحش. على عنه لابل يعني امرو ممكن تشرح لنا اكتر عشان الحتة دي مهمة جدا وبحس في ناس كتير اول بتبدأ وبتبدأ حاجاتها بتبدأ ومش فارق معاها الجمهور انا جامد ده البلاتفوم بتاع عام اللي انا عايزه. هو انت كده كده في الاول مفيش جمهور كافي ان يديك داتا كافية انك تقدر تقيس عليها انت رايح فعني سك. بس هو احنا ماشيين بمبدأ برضو التجربة. انحنا دايما بنجرب وبنجرب بنغلط ونصلح ونجرب ودايما بنجرب حاجات مختلفة ونشوف الجمهور هيتفاعل ازاي معاها هيرياكت ازاي وكده هو على اساس كده بنصلح وبنتطور. ودايما لما بحب لما بلاقي ناس بتخبط واللي هو مش عاجبهم بحب اسألهم واف افهم. طب انت ليه مش عاجبك? طب انت ايه اللي مضايقك? طب ايه اللي ممكن نعمله تاني يبقى مختلف? بعد كده لما بيجي مسلا افكر في شو جديد او يجي افكر في كده. ابدأ افكر طيب الناس متضايقة من البرنامج ده الاسباب الفلانية. انا ممكن اتكلم جمهور اللي مش عاجبه ده ببرنامج تاني يعجبه حاجة تانية. لان انا مختنع مية في المية نفيش حد هيحب كل حاجة. صح. ما ينفعش. يعني مستحيل تقدم حاجة. انا من وجهة نظر يعني الحاجة الصعبة جدا انك تقدم برنامج. كل الناس ما بتختلفش عليه ومتحبوش. نعم. وانجح البرامج اللي في الدنيا فيه ناس بتكره. مية في المية. فده عادي جدا. لان دي ازواء. ولو مختلفة الازواء لبارة السلعة. فالفكر ان انا طب انا احاول بقى اوفق لكل الازواء المختلفة. بحاجات مختلفة. ان انا مش عارف اوفق كل الازواء في حاجة واحدة. مكانش فيه كل البرندات دي كل الانفلوينسر دي كله اللي بيس نايك وخلاص. بالزبط كده. بالزبط جديد ودي الفكرة ان هو لأ احنا يعني كل واحد لي زوقه مختلف. احنا طب تعالي مش عاكبك ده اشوف ده مش عاكبك ده اشوف ده وهجازة. جامل جدا. وفي حاجات احنا مسلا يعني انا انا اولا في حاجات مسلا احنا حبينها جدا جدا ونفسنا نطلع منها اكتر زي برناميك تعصافي اللي هو غنيدي شكرا. ده كان ده مبني مية في المية على التفاعل. يعني على الورق فكرة عبقرين. هو بيسأل الجمهور اسئلة وهم بيجاوبوا عليها وبالاجابات دي بيقلف عليها اغنية. باجاباتهم بيكتب الليريكس. حرفيا. وباختياراتهم بيلحن الاغنية. وفي اخر كل حلقة في اغنية. والمزيكة اه اه حاجة جدا جدا اه اه على الورق. بتجيب ارقام. والكوميديا بتجيب ارقام. وصافي محبوب من الجمهور. والتفاعل مفروض. على الورق كل ده المفروض يشتغل. ولكن في الاخر الدنيا ما اشتغلتش بنفس القوة. في حاجات فيه فيه تجارب. انا انا شخصيا كمروان انا مؤمن ان الفشل ده احسن حاجة في الدنيا. انك ما تخافش انك تفش. انك لو خاف انك تفشل هتفشل. بس هو انت مش خاف انك تفشل. هتتعلم من الفشل عشان تقوم تاني. زي 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 في فيلم باتمان اللي هو ماسر بوست. ايه الفكرة ان هو احنا ليه بنفشل عشان نتعلم من الفشل عشان المرة الجاية نبقى احسن. الفكرة ان هو اه في بالنسبة لي حاجة مرعبة جدا 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 في انك تعمل حاجة وتنجح من اول مرة. لان انت عمرك ما هتفهم هي نجحة ليه. واتقعد تدور اللي هو طب هي نجحة عشان كده ولا ايه. ففي ناس بتوصل لان شاء الله الفكرة ان هو فاكر ان انا لازم افضل نعمل دي. على طول عشان دي اللي نجحة. دي اللي بتاكي. الناس بتزق منها وبتبعد. فلما لما بتفشل في الطريق ان شاء الله مش لازم حتى اللي هو تفشل مع الجمهور. ممكن انت تجرب حاجات يعني احنا بعادة جوة منجرب حاجات مختلفة. جوة. وبتنزلش. وبتعملش. لو مش عجبان او ممكن تنزل هنا واحدة او اتنين وما تكلتش بنوقف وننطلق لحاجة تانية. دايما في شغل فكرة اللاب. فكرة ان احنا بنعمل بنجرب بنعمل تجارب وبنطلع حاجة نجحة نجحة فشلت بنتعلم من الفشل ده عشان ايه اللي بعديها هتطلع انجح وهكذا. ده ما نسيت وده ما نسيت بحسه آآ محتاجين كنا بنتكلم مع محمود علاق الدين في الحلقة اللي فاتت محتاجين ننميه من واحنا اطفال بحس ان واحنا اطفال كل حاجة احنا لازم ننجح في كل حاجة. اه بالضبط. لازم نبقى على طول نبقى ابطال لازم نكسب في كل مدشاط لازم نكتب في البلاي ستيشن. آآ في المدرسة انا بنجح. انا بخلص مدرسة. انا جاي من الفشخ. الغات وانا بطلع من الجامعة انا جاي من الفشخ. بالضبط. وبعد كده بتتفاجئ انك انك في العالم. يعني كان دايما لما لما بشوف آآ حد لسه في الجامعة شغال فمسلا في مشروع التخرج او كده. انا انا متخرج من متخرج بشهدتين. تعملت واحدة هندسة واحدة فنون جميلة. فانا خللت في الجامعة شوية. بس بعد كده لما خرجت اللي هو لما لقي ناس مسحولة في آآ في مشروع التخرج بقى او بقى مشروع التخرج. لو على فكرة انت لما تتخرج وتشتغل ده هيبقى يوم التلات بتاعها. يعني اللي انت بتعمله في مشروع التخرج ده 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 تسكت يوم التلات. اللي هو يوم لازم بس. بالزبط. العالم الحقيقي اكبر من كده بكتير. وفي بيه فلاكسيبيرتي بس هو الفكرة بس انك تعرف. اولا يعني بتاعنا لازم اكسب. مش وحش. طبعا. از لونج از ما هو مرتبط بانا لو فشلت هتعلم من الفشل ده عشان اكسب المرة الجاية. مش ان انا لما فشل اقول انا فاشل. واي اس وابطر. خصوصا ان اغلب يعني شغلين احنا اللي هم نعمله في الكونت اللي على النت هو مية في المية مرة ثانية. هو نفس طويل. هو اللي هو انت بترمي بزرة دلوقتي عشان هتطرح قدام. احنا يعني قعدنا سنتين بنجيب فيوز في اللي هم الخمسين والمئة الف. بغاية لما اه نزلنا برومانسية فضربت بدأت الارقام تعلى شوية وهكذا. بس احنا عدنا فترة طويلة جدا جدا جدا. ممكن نكلم كمان عن بداياتكو خالص يا مروان عن بداية بداية البداية يعني ازاي البداية كالبطيقة عشان بجد انا حاسس يعني اا يوسف انا عمال انزل والموضوع مش جاي بهمه. بقى لي اسبوعين زيق. اصي اسبوعين نزل كان فيديو في اسبوعين نزل فيديوهين. نزلت فيديو. مفيش حاسبها كده. عاني بالنسبالي يعني انت تنزل عشر فيديوهات بعكاية تبدأ تقول اه ده مش شغال. يعني قبل قبل ما تعمل عشر فيديوهات مش هتعرف فعلا ده شغال او مش شغال. انا عارف ان دي يعني انا رحم كبير. سباشي لو انت بتعمل حاجة فيها انتاج عالي شوية. اتنين وخمسين فيديو. اتنين وخمسين اتنين وخمسين فيديو اهضار وقته مجهود اكتر شوية. يعني هو تنين وخمسين فيديو هايل. يعني انت تشتغل السنة كاملة وبعد كده بعد السنة دي تبدأ تقيم انت شغال او مش شغال. وده حلو. بس انت ممكن كل عشرة تقيم العشرة دول عملوا ايه? اه مش لازم حتى يعني اللي هو فلنقل انت عايز تعمل قناة عن العربيات. آآ خلاص فانت هتعمل حاجة عن العربيات. فانت هبدأت عربيات بتروح تجرب العربية وتعمل بعد عشر حلقة حاسيتني ده مش واك. فتجرب حاجة تانية. بس في العربيات بردت تجرب حاجات هتجرب تقدم الريفيو بطريقة مختلفة. تعمل حاجة مجنونة. تقعد تبلد وتشوف تزود حاجات صغيرة علشان على ما توصل فيديو رقم اتنين وخمسين. هتبقى طورت كتير جدا جدا وجربت حاجات كتير جدا وبدأت تفهم جمهورك اكتر. وفي حاجات هتسمع وحاجات هتخبط وحاجات مش هتسمع وكده هو. بس حتى يعني بعد سنة لو انت لو واحد عمل اتنين وخمسين فيديو في سنة ده مجهود جبار. برافو عليه او برافو عليها ان هما وصلوا للرقم ده ولكن دي اول خطو. يعني. احنا لسه بادري قوي على ما نوصل. ودايما الناس مش بتفهمه ودي كانت من حاجات اللي كانت في الاول برضو. الحاجات اللي كانت فعلا بداية ان هو الحاجة فهنا مش عاملة ارقام بس اللي هو احنا عارفين ان هو لأ احنا لازم نفضل مكملين لازم نزق ايه ونعافر علشان في لحزة ما هتكسر الحاجز وتلاقي الناس بتجي لك. اه اه الحتة الحتة حتة اللي بتنزل تحت الداون دي مهم يبقى في ناس حواليك مصدقة في الفيجن معك? طبعا. طبعا. احنا يعني في ما قامتش لوحدها. قامت دايما بقامت كبير من اول ما بدأنا. يعني احنا دايما حتى اول ما بدأنا كن حتى بتاعنا كان كنا بنستعين با كنا بنعم في الاول في رمضان اسمها سحريات مسلا. فكنا بنستعين بقى اصحابنا على ما ممثلين على كده ينطوا معنا طب تعال نلعب مع بعض في فيديو تعال نعم مش عارب ايه. واحدة واحدة بدأنا ايه كده. وفدايما في ناس بتصابورت ومصدقة في عشان تبني. هو الفكرة ان انت لازم تبقى انت عندك الرؤية وشايف انها رايحة في الحتة الفلانية. وفاهم كويس قوي ان الطريق للرؤية دي ما هوش طريق خط مستقيم. هو طريق ملتوي بيحود وانت لازم تبقى مرن بطريقة كافية ان انت تقدر تتميل مع الطريق لغاية لما توصله باي شكل من الاشكال. طالما انت عندك عندك الهدف اللي فوق. السكة انك توصل ليه للطريق دي في مليون طريق ممكن توصل فيه. الفكرة بس انك تلاقي الطريق الصح اللي انت تعرف توصل به وتستمر عليه. فهي وهو مرتفع. هو محتاج نفس طويل ومحتاج لان احنا يعني انا نط كده بسرعة. يعني احنا في الفترة اللي في الاول. طبعا مش جايب اي حاجة في كنا بنشتغل اه في الاعلانات. كنا بتعمل الاعلانات. فترة طويلة. بس ده صياع. هو يعني كانوا احتاجين طريقة نخلي الشركة شغالة. ما ما ينفعش نقف. فوقعدنا فترة والحمد لله يعني الحمد لله وصلنا لحجم كبير. اعلانات. احنا عملنا اعلان بيبسي في رمضان. واو. ده كان بالنسبة لي له خلاص. تمام. احنا عملنا حاجات بقى مع فوتفون. عملنا حاجات مع مع كريم. وعملنا حاجات مع مع كزا كزا براند مختلفة. وعملنا ضخمة وموسلين واي 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 واي. بعد كده. وصلنا للمرحلة اللي هو لا. يعني احنا برضو بديين كشان نعمل المفروض لان الاعلانات شغلها تقيل. وشغلها بيستهلك وقت كبير جدا جدا. بالنسبة لنا يعني هو الهالك بتاع اللي كان في الاعلانات كان الى حد كبير مدرسة للتيم بتاعنا. لان هو عودنا ان احنا نعفر عشان نطلع فكر ونعفر مع الكلينت عشان نقنع بالفكر. كان في شغل كده اللي هو ده افكار. انت بتشغل مخك بتكتب 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 بتكتب. لان هو انا مؤمن شخصيا انه فيش حاجة اسمها موهبة. فيش حد بيتولد من بطن ممتو بيعرف يعمل اي حاجة. انت ما انتولدتش بتعرف تمشي. ما تولدتش طرف تتكلم. ما تولدتش طرف ترسم. ما تولدتش طرف تعمل مسائل حسابية. كل حاجة بتيجي بالتعلم والممارسة. تعلم والممارسة. الفكرة بس الناس اللي بتحس ان هما اه بص ده فعلت. اتا بيعرف يرسم. او مجرد ان هو هو عنده الشغل ده وبدأ يرسم ان هو صغير. واحدة 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 في اللي يستمر عليه اللي هو كل سانية في حياته كان قاعد بيرسم. فعلما وصل لخمسة ابتدائي كان قردي رسام فشيخ. انت شايفوا اللي هو عادة بس ده تولد رسام اللي هو ما فيش حد بيتولد حاجة. كل كل حاجة في جسم الانسان زي العضلة. العضلة انت عشان تعملها بتمرنها. طيب تمرن العضلة لغاية لمتكبر. انا بالنسبة لي المخ عضلة زي زي اي عضلة تانية في الجسم. طبيا ده مش صح. بس بس انا بتكلم بتكلم مجازا يعني ان المخ زي زي عضلة. هتمرنه على حاجة. وهتمرنه على حاجة فترة طويلة. هتتحسن. انت اول مرة في حياتك اه حلت اه ماث. اكيد ما كنتش بتعرف تحسب. خدت وقت كتير جدا 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 على ما تعرف تبقى بتحل ماث. او على ما تعرف تكتب عربي او ما تعرف تكتب انجليزي او حاجة. كل حاجة كل حاجة فيها فترة تعلم. فما ينفعش ان انا اعمل حاجة اه ما تلعتش حلوة من اول مرة. اه خلاص هبطل عملها. ما فيش حاسمها كده. هي الفيجة ان هو انت لازم تقعد تعمل حاجات وحشة كتير مع نفسك. مش لازم تطلعها حتى للجمهور. علشان توصل لمرحلة اللي هو يدوبك ميديوكر كفاءة انك تنزلها. بعد كده تقعد تعمل كتير قوي عشان تتحسن اكتر واكتر 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 واكتر. ودايما فيه تحسن مع الممارسة. يعني هو ده كان ماركم جلادول في كتاب آوتلايرز تكلم عن الموضوع ده تكلم ان هو عشان توصل لمستوى بروفاشنال في حاجة لازم تشتغل عليه عشر تلاف ساعة. فعشة تلاف ساعة ده هو عشر سنين من الشغل فيها. هل تريد أن تكون لديك الوحيدة لعمل من أي مكان في العالم؟ هل تريد أن تحسن من تتعلم كل ذلك الوقت التي تستخدم في المجرد؟ هل تريد أن تستطيع أن تعمل على أساسك وكون من خلال نفسك؟ هل تريد أن توقف على تحسن التنزل ومنات في عمل وماء ومعاركة؟ هذا يمكن كل شيء يحدث الآن. كم عمل في العمل 翻و تركات تدريدةişيات التشغل معكم في ج permits، من إلاق Uhano منيح Eccente من العمل والأسرعة. هل تريد أن تشغل في المحكمية على هم وقك كل شيء تغطين معنا ولكنiness أتراضي؟ لا يزيد أن يobservه تُقلل لأني أفتاداري أشخاص ملك أي عملية في مواطنب Augارا لحوكم کہة كف somebody priorية للعمalet watching人 حين تشغلت تريد بريد غيرات التغليقية ترجمة نانسي قنقر تمام بس انت بتوصل لده يعني انت بتبدأ لازم تبدأ لازم تبدأ مش مش ستنى تتخلع تعمل عشر تلاف ساعة بعد كده لا هو انت بتبدأ وتستمر عشان لما توصل لعشر تلاف ساعة انت هتبقى مريت بعشر سنين من التجارب على ممكن تكون نجحت في وسط العشر سنين دي بس هتبقى لسه بتتعلم ولسه تتطور ولسه مكمل والفكرة جيه انت ما تبطلش تتطور وتتعلق يعني اللي هو معظم الناس برضو مشكلة مشكلة كبيرة ان هو في ناس كتيرة بيوصلوا لمستوى معين من النجاح ويحس خلاص اللي انا بعمله ده هو النجاح ويقعد يكرر فيه ويقعد يعني فيه ما يحاولش يتطور من نفسه اكتر علشان نوصل لمرحلة انا خايف اخرج برا دي فيحصل لي حاجة فافشل تاني او كده هون فده بالنسبة لي حد التطور بتاع بتاع الانسان بيتحد التطور بتاع الانسان لا 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 جرب وجرب حاجة جديدة ونوع يعني مثلا بالنسبة لي مثلا الشخص اللي بينوع جدا جدا دلوقتي مثلا واحد زي ويقز في المزيكة هو بدأ بدأ في السكة زي زي بقيت نسبة في التراب ومشيين مورو لاس بقى كده مؤخرا بدأ يجرب حاجات مختلفة والحاجات المختلفة دي بتأبيل لناس مختلفة يعني اللي هو اغنية البخت في ناس هاردكور فانز ويقز مش حبينها ولكن في جمهور جديد جدا كان عمرو بيسمع حبها جدا وبقى يغنيها في اي حتة وعجبك او مش عجبك هو بيجرب لون جديد تماما علشان هو عايز يتوسع كفنان وبعد كده بيمثل وا 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 فده في حد كبير هو هو كفنان فاهم ان هو محتاج يفضل يتحرك ويفضل يغير ويفضل يأدابت ويتطور علشان يفضل وبيعمل كده بنفس الحكاية فهي كل شغال في هزيل في هزيسك طول ما انت بتطور من نفسك كل ما كان احسن وحسن وحسن جدا. اه كلامتي ايه لقوي يا جميع? حد قالك ان انت جامد فشق. بجد? اه والله. ما حسيتش كده بس فيش? لو انت حاسس كده تمام? مش حاسس حاسسين انكم يعني انا يعني في كم حتة كده انا شايفها ريل وتيك توك فيديو اه فشيخة. طب الحمد لله. يعني اه والله قوي فشك. طب الحمد لله. انا معتاك ده هو بس بتاعك شغفك في اللي انت بتقوله. في اللي انا بعمله. بالزبط. مخليك مخليك تتكلم با مش عايز اقوله يعني فيه سقة طبعا بس اللي هو هو ده يا جماعة. هو ده اللي انا عملت. برس برس. 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 اه لا يعني من نوجة نظري اه الكلام اللي انا بقوله برضو مش مش قرآن يعني هو ممكن ممكن تغير فيه ممكن تعمل فيه. انا بالنسباني ده 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 اللي كان عيش معي. ده دي السقة اللي انا استريحت عليها وعرفت اتعامل. في ناس تانية بتشتغل بطرق مختلفة وتوصل. في اساسيات في كل في كل حاجة موجودة ولكن انا بالنسباني اللي هو الواحد يلاقي احسن طريقة مناسبة مناسبة لي وآآ وينطلق فيها. انا انا بتكلم بس على النفع معي واحد معي دلوقتي فترة طويلة جدا 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 آآ فانا حسن يعني الناس بحتاجة تعرف ده بس هو يعني الفكرة برضو انه هو كله مبني على فكرة الصبر والمتابرة ان انت لازم تبقى مؤمن قوي باللي انت بتعمله ومعاك ناس بتقنحها انها تؤمن باللي انت بتعمله علشان تفضل مكمل مكمل على طول. وعلى فكرة يعني هو الموديل ده بينفع سواء انت الرؤية بتاعتك حلوة او الرؤية بتاعتك يعني آآ ادم نومن مثلا بتاع آآ ويورك آآ كانت شركة كبيرة جدا جدا عملت بلايين مباليانة وبعد كده فشلت تماما آآ الراجل هو نصاب هو بيع هو بيبيع للناس الهوى وبيقنحهم برؤيته يعني هو الحد كبير بنا كالتا حواليه. انا عايز اتفرج الدوكومنتري بتاعي يعملي يقول لي تفرج عليه. سيبك الدوكومنتري سيبك الدوكومنتري تفرج على المسلسل. اه المسلسل على. اه. اه المسلسل على ابل تيفي. جامد جدا. اه كان مبني على الفودكاست. اه. وابل تيفي بيوزعوا السبسكريبش. اه تلات شهور ببلايين. بالزبط ايشتري التلفزيون تلات شهور بلايش. انا مجد انا جبت تلفزيون وبلاي ستيشن وآآ وآآ بسم الله يا ما شاء الله. لا 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 مش في نفس الوقت مش في نفس الوقت. مش في نفس الوقت. مش في نفس. يعني لا هو جا لي بلاي ستيشن على عدميلادي فجبت لها تلفزيون وانا كنت جايب للشغل فبس ده على مدار سنتين يعني. فكل شوية بقى كل شوية بتاع ابل تي في بي زيت. او مش عاملين اللي ازا عادة اه بكملين. مش في نفس الوقت خالص. ما تلغوش بقى يا ابل تي خليهولو بقى يا ريت. اه يا ريت خلوه خلوش غير. اه لا المسلسل حلو لو 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 ما عندك شوية تفرج على المسلسل اه اسمع البودكاست. بس خلص كنت عايز تقول حاجة انا اه اه ان هو هو الراجل نصاب لحد كبير. اه وباع للناس الهوى بس هو الفكرة ان هو هو اللي عنده رؤية. وهو مؤمن بيها مية في المية حتى لو هي مش صح مية في المية. لا مش حتى هو مؤمن برؤية معينة بس قاعد يزوء فيها بغشامة من غير ما يسمع لأي حد تاني بس هو جر الناس معايا وبيقنحهم بشغف كده هو. والدنيا كسرت الاخر ان هو مجرد ان هو مش ما كانش بيسمع للناس التانية ما كانش بياخد بالهم من الثغرات. وبيصرف فلوس بطريقة يعني اللي هو مش عارف بكم. سيا بنقول ايه هو الشركة كانت بتعمل ام في السنة وبتصرف وان بوينت نين بليون. ما شاء الله. عايزين نتعلم. بس و لكن هو في الاخر هو خسران خسران مليون دولار في السنة. فده. مليون دولار. اه يعني مش عارف مليون ولا اكتر. يعني بوينت وون بليون فدايب اكابل. اه انت قلت هو يعني بيخسر اكتر من اه يعني هو كان بيصرف يعني كان بيكسب وبيصرف وان بوينت نين. اه اه اوكي اوكي سوري اسمعت وان بوينت نين. فالبروفيت بتاعه صح. وزي اعتقد عشرة مليون. حاجة زي كي برقم خرافي يعني هو كان بيصرفه الربعين مليون في اليوم. ما حاجات زي كده. لأ ميت مليون. لا كتبو النا في الكومنتز يا جماعة. ده we know who pay? او سح بليون الف مليون صح؟ بليون يبقى بيخسر ميت مليون بليون. يبقى بيخسر ميت مليون. يبقى بيخسر ميت مليون. but with one billion. يعني كم مليون. يعني كم مليون. هي تقريبا احنا تقريبا كده اه في الفكر ان هو بالباشن بتاعه وثيقته في الرؤية ان هو اقنى على الناس معايا بس هو الفكر ان هو الغرور و ثقة الزايدة عامته عن كل معينة المشاكل اللي كنت بتحصله في المشاكل في طريقة قدرته للشركة عشر كنا دايما مؤمن برضو أن ما يبعيك كامل انك تتعامله بمنظور المشاكل مش مجرد أن نوحدك اللي بتاع الحتة دي صعبة جدا يا مروان لما بزات يبقى في كذا ويبقى في ناس كتير جدا. وان الموضوع فيه فلوس. ازاي تخلي كله اللي هو لأ تعالى نمسك نفسنا دلوقتي مش لازم ننزل نشتري بكرة. هنستنى خمس سنين بس عشان نروح نجيبه ازاي? وبيحصل الناس كلها بتبقى معاك على نفس الرؤية او الموضوع يعني? الموضل الناجح معنا ان هو كل واحد متخصص في حاجة بيتخصص فيها. بمعنى ان هو لما نيجي نتكلم في الفلوس هو في واحد مسؤول عن الفلوس. ما نيجي نكلم في الكريتب في واحد مسؤول عن الكريتب. يعني ممكن يقول رأيه? هقول رأيي بصفتي بارتنر واللي هو لأ انا شايف نعمل كده او نعمل كده وهو مش بياخد قرار غير لما كلنا بنتفق عليه بس هو بيجي يقول لنا انا اه شايف ان الوضع اللي احنا فيه محتاج قرار واحد او اتنين او تلاتة. واحد دي بتاعته. دي السلبيات ودي الايجابيات. اتنين سلبيات وايجابات وهكزا. وبنقسها مع بعض ونشوف احسن سكة بعد كده بناخد القرار ده. في واحد مسؤول عن صرف الفلوس. وادارة الشركة واحد مسؤول عن انه يجيب الفلوس. والناس مسؤولين عن هم يخرجوا المنتجات اللي هو اللي احنا بنعمله. الى حد كبير. فطالما كل واحد من لدور معين شغال فيه. وبنساعد بعض طبعا في كل حاجة ولكن كل واحد متخصص في حاجته ده الى حد كبير بيساعد ان احنا خلاص احنا كلنا شايفين الفيجن في حتة دي. ده الهدف اللي احنا كلنا رايحين له. المركب ماشي في هذا الاتجاه. خلاص كل واحد فينا بقى يمسك الحتة بتاعته عشان نحرك المركب مع بعض. ان مركب مرئيسين تغرق. فالفكرة انه هو كل جزء من الموضوع محتاج يزق في هذا الاتجاه. يعني انا برضه واقسة. لما كنت مثلا بخرج اعلان او بخرج فيلم اهوا كازا احنا عندنا كرو كبير جدا. يا باس المخرج هو عايز يعملها. ولكن هو جايب او هي جايبة ناس كتيرة جدا كرو معاها كل واحد فيهم شطر جدا جدا في اللي هو بيعمله. مدير التصوير شطر جدا جدا في التصوير القضاء. مهندس الديكور شطر جدا جدا في الديكور. مصممة الازياء. مصممة الازياء شطر جدا جدا في الازياء. الممثل مسج اكتر كتير من المخرج ده ما عمل. فكل دول فنانين او فنيين يعني فيه فنانين وفيه فنيين لان هو فيه فني اضاءة وفني كذا يعني وفيه كرو كامل نجارين ونقاشين يعني برضو الانتاجات فيه فيه كل انواع الناس. كل واحد فيه مشاطر جدا جدا في شغل انته. اه بالزبط. المخرج عمره ما هيفهم كل الحاجات دي. مش هيحط عشر تلاف ساعة في الفوتوغرافي. في الفوتوغرافي. ولكن هو معامل دير تصفير حط عشر تلاف ساعة. فهو عنده المخرج عنده الرؤية النهائية للبروشيك ده رايح فين? ولكن انا معايا مدير تصوير هيقترح علي حاجات او مدير التصوير هتقترح علي حاجات. اه زي بتقول ان هو يعني المخرج هو عنده الرؤية وسايق ولكن هواش الوحيد اللي شغال. فيه تيم كبير جدا لازم فيه مستوى من الثقة ان كل واحد من دول شاطر جدا فالهو بيعمله اكتر منك انت بكتير. فلازم تديله المساحة ان هو يبني معاك المتاعدي. وفي الاخر كل الادفات دي هتطلع شغل احسن بكتير. جامل جدا. طالما كله بيصب في نفس رايح في نفس السكة. احنا فيه سقة ما بيننا ما بين بعض كافراد في الفريق ان احنا مع بعض هنبني الموضوع ان هو يعني لو فريق كرة مش كلهم بيلعبوا هجوم مش كلهم بيلعبوا تفاية مش كلهم بيلعبوا خط وسط. هو انا انا مؤمن ان الجون في الجون هيعمل شغله وانا هيعمل شغل انا كراس حربة وانت هتعمل شغل لك انت كوينج شمال. برضو ميش في الكرة اوى خبطت كلام في الكرة. كلام كله صح. شك 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 شك. فتباب. فهي الفكرة فهي الفكرة كده ان هو طالما انا مؤمن ان كل فرض في الفريق شايف شغله على اكمل وجه وكلنا راحين لهدف واحد خلاص اه بتسيب بقى باية افراد الفريق يبداعوا. جامل. وانا شايف ان ده ده اقوى واحسن من ان هو يبقى فرض بذاته. هو التكاري كان بتبدأ بفرض بيقنع الناس كلها بالفيجن بتاع بس وانتس ان هم اقتنعوا بالفيجن بتاعتك. بتبقى الرؤية دي بتاعتهم هي كمان. الله. وبيضيفوا ليها. يعني هو فكرة ان هو انت بتبدأ بالرؤية قد كده. بيجي حد معك يضيف لها حتى قد كده. والتاني يضيف عليها حتى قد كده. فالاخر بتبقى رؤية مجتمعة للتيم مع بعض القلب بتاعها هو البذرة اللي احنا بدأنا بيها. ولكن احنا كلنا مؤمنين بنفس الرؤية اللي بنناها مع بعض وراحين في السكة. وممكن تحصل مشاكل تخلينا نغيرها. يعني اللي هو برضو ما تعنيتش في الرؤية بتاعتك لان هو انت ممكن في ظل شغلك تاخد بالك ان هو ايه دا لأ انا محتاج احاود هنا. انا محتاج اروح هنا. محتاج اعمل كسا. يعني مثلا احنا شخصيا في تجربتنا الشخصية اللي هو احنا كنا الاعلانات كتناجحة جدا. اعلانات الحمد لله بتجيب فلوس كويسة مشغال الشركة كويس جدا في الشركة دي بس بس احنا كان نفسنا نعمل كونتوت. فكان لازم اللي هو ناخد طب احنا هنوقف ده علشان نركز في ده اكتر علشان خاطر ننجح بيه. بس اللي عجبني جدا اللي عجبني جدا يا موروان انتو عملتوا حاجة ممكن ما بتحبوهاش بس كانت ان انتو تعملوها واخدتوا وقتكو. تاني انت بتكلم عن المدل المدل طبيعي. اه بالزبط. لو انت كانت تفكيرك اه اه صغير او بتبص تحت رجلك. خلاص يا جماعة دي اه شكرا يلا كل واحد يروح يشوف حاله. بالزبط. بالزبط. هي هي كده. هي الفكرة انت انت شايف لقدام وبتمني لقدام ومستحمل عشان عارف ان هو قدام لحيجيب نتيجة. وممكن تعمل حاجة انت مش بتحبها. اه انا مش اقول برض ان انا مكنتش بحبها مية في المية لان هي لحد كبير تعلمت معينها كتير جدا جدا ومسلت معينها كتير جدا جدا. بس في الاخر الجملة الاوقع من مش بحبها ان مش ده اللي انا كنت عايز اعمله. هو ده احنا غفت. مش هو ده شغل شغل في اكتر في حت تاني. شغل في اكتر في الكونتر. بعد كده شغل في اكتر برض في السينما والافلام وهكذا. تسكن لنا بحاول اوصل لها شخصية. جميل. بس الفكرة ان هو انت انت بتروح دايما اللي انت عايز تعمله اكتر. يعني انا فيه فيه مثال تاني مسلا اه مش عاشف لو سمعت عن تويتش. اه طبعا. اوكي. تويتش لما بدأت هي حاليا لو قلت لك تويتش ايه اول كلمة بتيه ايه اول كلمة بتيه في دماغك. بالزبط. هي ما كانتش كده في الاول. تويتش لما بدأت كشركة هم بدأوا ان هم عايزين نعمل لللايف ستريمز. الناس تفرج على بعضهما بيلايف ستريموا على بعض. وقعدوا بتاع تلات سنين الشركة مش جايبة همها خلص. دايما. تماما. حدش بتفرج حدش بتتم حدش حاجة. عندهم مشاكل الناس تعمل يعملوا حاجات بلس ايتين زي ما نقول. حاجات اه بحقيقة كانوا بيوقفوها وهكذا كان عندهم مشاكل كتير جدا. والانفاسمنتز اللي كان داخلها لهم الفلوس كلها قربت تخلص. والدونية مش شغلة. في مرة واحد من كان بيلعب في قرر يستريمها في الموضوع. وفاجأة جابت كتير جدا. والناس بدأت تفاعل جدا. عملوا ليه? طيب خلاص احنا هنزق في اتجاه الجيميرز اللي وضع احنا ده بيشتغت. وبدأت ثقافة ان انا بتفرج على جيمير بيلعب. وبقى تويتش. واو. بقى تويتش دلوقتي في الموضوع. ما حدش يصدق ان الحاجات دي بتحصل كده. ان مسلا ان تويتش دي كانت شركة. كانت شركة حتقفل كانت حتقفل كان اللي هو خلاص شكرا مع السلامة. وبجد ما كانوش نجحين خالص. التكنولوجي ما كانش واكلة عايش مع الناس وكانش شغالين وبقى فجأة هب حصلت. واو. هي هي بتيجي ده هي بتيجي. نفس الفكرة يعني فيسبوك لما بقى فيسبوك. ما كان فيه هي فايف وكان فيه مش عارف ما كانش كان منك فيسبوك. نجحيت معاه ونط نط كبير. وهكذا. كنا منتكلم كنا منتكلم عالتنفيذ اهم من من الفكرة. من ناحية ان الناس كلها خايف ايه على افكارها خايف ايه على افكارها بس الفكرة يعني مسلا قلنا الكلام ده في بودكاست اللي فات. اه. قبل ما اوبرت كد. اوبر كان فيه شركة تانية اسمها ماجيك كاب. اه او ماجيك مش عارف ايه. والفكرة في التنفيذ وكل شئ قبل فيسبوك ما كان فيه ستين واحدة تانية. بالفكرة في الاخر انا احسس التنفيذ اهم حاجة. اه صح اه انا فهمتك التنفيذ اصدق اه افتكارت اصدق